السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جميعا يارب كلكم يكونوا بخير في خبر عاجل عن تركيا في نشوب حريق جديد داخل الارجاء تركيا والسلطات بتعلن عن وجود ضحايا وجرحة اتمنى منكم لو لسه اول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان وصلكم انها كل جديد باذن الله الخبر بيقول اعلن والي ولاية ايدن بجنوب غرب تركيا عن وجود سبع ضحايا واصابة اربع اخرين احدهم في حالة خطيرة وان الحريق الهائل ده كان داخل مطعم في منطقة اسمها التنتاش في مدينة ايدن اليوم الجمعة وحسب المعلومات الرسمية الاولية فان الحادث ناتج عن تبديل استوانة غاز داخل المطعم ربنا يلتف واكيد ده تحذير وتنبيه لكل اصحاب المطعم يخلي بالهم من استوانة الغاز حين تبدلها بس كده الخبر خلص لحد هنا مفيش اي معلومات تانية باذن الله اول ما يكون فيه معلومات جديدة هنوى فيكم بالاخبار اول بقول بتمنى منكم تدعمون باللايك واتنسوش الاشتراك في القناة السلام عليكم